اشتركوا في القناة اما عنوان الحصة سيكون هو الرياضة وصحة مفاصلي هدفنا من هذه الحصة سيكون هو ان اتعرف دور الرياضة في الحفاظ على صحة المفاصل اي سوف نرى ما هو دور الرياضة وما اهمية الرياضة وممارستها في الحفاظ على صحة المفاصل ولياقتها لكن قبل البدء من وضع الانطلاق يجب اولا التذكير بما رأينا في الحصة السابقة حيث اننا استخلصنا ان حركات المفاصل الجسمي متنوعة فيما بينها ابرزها هم حركات التني حركات البسط وكذلك حركات الدوران اذا هؤلاء هما اهم حركات مفاصلي نبدأ الان من وضع الانطلاق ابين السبب عدم قدرة عثمان على تقليد حركات مصطفى نراحظ هنا مصطفى يقوم بلايب التنيس بلياقة اما عثمان فليس قادر على تقليد حركات مصطفى وحركات مصطفى ويقف بعجز هنا طبعا السبب سيكون راجع الى سمن عثمان وعدم قدرته على ممارسة الرياضة اذا سوف نتساءل عن ما سبب عدم قدرة عثمان على تقليد حركات مصطفى نكشب اذا ما سبب عدم قدرة عثمان على تقليد حركات مصطفى اذا سؤالنا هو ما سبب عدم قدرة عثمان على تقليد حركات مصطفى سوف نفترض اذا ان ربما عثمان لا يمارس الرياضة او ربما السبب راجع لان مفاصله لا تساعده على ذلك نظرا لسمنته اذا نكتب ربما عثمان لا يمارس الرياضة اذا سؤالنا سيكون ما سبب عدم قدرة عثمان على تقليد حركات مصطفى اما الافتراض الذي وضعنا انه ربما عثمان لا يمارس الرياضة او ربما السبب راجع لان مفاصله لا تساعده على ذلك اما الان سنمر الى اتحقق ولاحد ما يفعله مصطفى وعثمان وادعوا لعلامة اكس تحت من يحافظ على صحة مفاصله هنا لدينا عثمان وهنا مصطفى كما نلاحظ هنا ان اتحقق يقوم باكل اطعمة كثيرة هي التي تسبب له السمنة ولا يقوم بممارسة اي رياضة عكس مصطفى الذي نلاحظه هنا يقوم بتمرين رياضية مناسبة لجسمه من اجل حفاظ على صحة مفاصله ولياقته اذا اين هو السلوك التي يحافظ على صحة المفاصل طبعا سلوك مصطفى هو المفيد لصحة المفاصل وليس بسلوك عثمان املأ الفراغ بالكلمة المناسبة لدينا الرياضة مفاصل عثمان لا يحافظ على السلامة لانه لا يمارس اذا عثمان لا يحافظ على سلامة مفاصله طبعا لانه لا يمارس الرياضة اذا فعثمان لا يحافظ على سلامة مفاصله لانه لا يمارس الرياضة كما لاحظنا هنا في الصورة ننتقل الان الى استخلص اذا عن طريق الانشطة السابقة التي رأيناها استخلصنا ان التمرين الرياضية هي التي تقوي صحة مفاصل الجسم وهي التي تساهم في الحفاظ عليها اذا فلنكتب التمرين الرياضية هي التي تقوي صحة مفاصل جسمي وهي التي تساهم في الحفاظ عليها اذا فالتمرين الرياضية هي التي تقوي صحة مفاصل جسمي وتساهم ايضا في الحفاظ عليها كما رأينا في اتحقق حيث ان اوتمان لا يقوم بممارسة اي رياضة بل يكتر في الاطعمة وهذا هو سبب اعاقته وعدم قدرته على تقليد حركات مصطفى عكس مصطفى الذي يحافظ على صحة بدنه وعلى لياقة مفاصله وجسمه بممارسة عدة تمرين رياضية اذا الان قبل المرور الى استثمر نقوم بقراءة المعجم المكتوب لدينا هنا اذا لدينا سبوغ والتي تعني رياضة سنتي والتي تعني صحة سبوغ رياضة سنتي صحة نمر الان الى استثمر اكتب صحيح او خطأ في الخانة المناسبة لدينا العبارة الاولى امارس الرياضة لأحافظ على صحة مفاصله طبعا هذه العبارة هي عبارة صحيحة لان ممارسة الرياضة هي التي تحافظ على صحة مفاصلنا كما رأينا في فقرة اسحقق كما يفعل الطفل مصطفى اذا هذه العبارة هي عبارة صحيحة نمر الان لالعبارة الموالية لدينا اتسلى بالهاتف المحمول ولا امارس الرياضة طبعا هذا السلوك لا يسمح به وهو غير جيد لصحتنا وصحة مفاصلنا طبعا هذه العبارة هي عبارة خاطئة لانه لا يجب علينا حمل اولا الهاتف المحمول لمدة طويلة ذلك لانه يضر بصحتنا ويجب علينا ممارسة الرياضة من اجل حفاظ على لياقة جسمنا وكذلك مفاصلنا اذا هذا السلوك وسؤلوكم خطأ امارس الرياضة لأحافظ على صحة مفاصله صحيح اتسلى بالهاتف المحمول ولا امارس الرياضة خطأ اذا هكذا نكون قد انهينا حصة اليوم من هذا الدرس الرياضة وصحة مفاصلي والتي قمنا باستخلاص فيها ان التمارين الرياضية هي التي تقوي صحة مفاصل جسمنا وهي التي تساهم في الحفاظ عليها موعدنا اذا في الحصة القادمة ان شاء الله والتي سنرى فيها توقيت وجبات غدائي اليومية وتنظيمها وسوف ندرس مدى اهمية تناول الوجبات الغدائية وتنظيمها على صحة الانسان وعلى تركيزه اذا مع السلام اشتركوا في القناة